وحطتنا الأخيرة بصباحنا لليوم هنروح فيها لعالم الجمال الموضة وشيء اللي بحبوء الصبايا وأيضا اليوم بلنا نضوي على مشروع صغير ناس كتير عم تشتغل عليه وصار إلون مردود خاص يا ليلى إن كان إلون وإن كان العوائل اللي عم تشغل عليه والناس اللي عم بتعلم تماما كتير شفنا هدول الصبايا اللي عم ينتجوا عم يعملوا مشاريعهم الخاصة ليأمنوا ومصروفون ويمكن يعتمدوا حالهم حتى في منهم عم يدرسوا وعم يشتغلوا لسه بهي المشاريع تماما وكتير مهمة هي الأشياء يعني اليوم بهي الظروف اللي عم نعيشها اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع وأيضا رح نتعرف على أهم الإكسسوارات مجال تصميم الإكسسوارات كيف اليوم نحنا بنختار الإكسسوارات المناسبة للمناسبات وأيضا لفصل الصيف مع مصممة الإكسسوارات والأعمال اليدوية سمية ماردينيسة صباحك سمية صباح الخير أهلا سهلا سمية ماردينيسة صباح الخير سمية كيفك شو لابسين مثل بعض أشعر أفضل اليوم بلشنا هيك يعني أيام اللي اللي بتفصلنا عن عيد أطحاء المباراكين عد عليكم وعلى الجميع بيشير أفضل أكيد يعني واليوم الصبايا ببلشوا هيك تجهيزات ولو بالإمكانيات دائما نحنا بنقول الإمكانيات المتاحة وليسة يعني في مساحات كتير كبيرة اليوم من الإمكانيات خلينا نحكي اليوم شو اللي نعزل على عيد الأطحاء اليوم الصبايا شو عم بيروح أكتر شي بما أنه نحنا صيف وعيد يعني الاثنين سواء هلأ أكتر شي الصبايا هلأ حاليا دارج الأصص يلي فيها حجار ناعمة الخرز الناعم هيك مثل هالأصص يلي الطاولة والأساور يلي عندك لا التانية تماما هلأ ليش لأنه هذا ما بيتروح ألوانهم عملية الأطعاء بتنلبس كثير يعني هلأ مثل يلي أنا حاطتهم مثلا بيحطوا أكتر من أسوارة سواء يعني هيك شغلات صارت على الصيف أنه ما تعد تهكي الهم أنه أنا بدي روح لونة ولا ما بدي روح لونة عرقة هالأصص هيك خلاص هيت تنلبس معها عادي وما بتروح ألوانهم حتى تصليحة بسيط يعني حتى تصليحة بسيط حتى تصليحة بسيط تمام حتى دهج الألوان اللي فيها يعني مناسبة بتنلبس معك أكتر من لون تيار يعني هي إذا شترت أسوارتين بنلبسوا معها على كتير موديلات وكتير ألوان كتير بتشكل فيهم يعني يعني العيد مثلا مثلا مثل هلأ البنات بيهتموا كتير أنه تلبس شغلات بتشبه الذهب بما أنه إحنا ما عم نقدر فبنلبس شغلات بتشبه الذهب يعني هيك بيحبوا هلأ بالعيد يلبسوا شغلات فعم يتجهو اتجاه الموديلات يلي ما بتروح ألوانها آآ um، برازيلي وستعلیسوا هلأتصاص هاي كأنه من فترة يعني أشهر أو سنه لاحظنا أنه الإكسسوارات اللون الدهب كتير صار تموضة يعني كتير الصبايا عم يلبسوا أكتر من قبل هذا الشي تماما خلينا نحكي اليوم عن الأمور اللي بتلهمك لما انت بدك تصنعي هدول الإكسسوارات شو أكتر الأمور اللي بتحبيه أو تعطيك هيك الإلهام انيك تشتغلي فيه انا بحب الشغلات الغريبة كتير وبحب الشغلات الشرقية بحب القصصية اللي فيها كتير حركات يعني متل مثل انا هابت عاجئي ايه؟ لا مو عاجئ يعني هلأ شايف هذا فيه حركات بس هو ناعم صح يعني عرفت كيف هيك يعني هالمبادئ هاي بسادة ما بللبس كيف مكان لا ما بللبس كيف كيف مكان حتى تقدري بس انتظهري جماليتو بدي تلبس يعني شي سادة تمام يعني مثلا تنزل سودة سادة و بتلبسي معا هيك اطعام يعني كتير بتحركي حتى مو شرطة تكون الكنزة يعني ايا كنزة سودة بس تلبسي لها هيك اطعام بتحسيها انه هي حسنا سادة حسنا سادة اليوم نشوفها الاسف على اطعام عجئة بتروح شماليتو لا ما بتبين هي اصلا ما بتبين يعني هي بده كتير اطعام سادة لتبين بحب القصص مثلا يلي فيها شغلات غريبة ممكن مثلا الاساور هدول يلي مثل الاشاط كتير كتير قصة غريبة يعني قصة حلوة هدول الدباديب والوردة يعني كتير كيوت يعني كتير الموديلات تبع انه تحسيها بتنلبس صبايا وبتنلبس بنوتات يعني بتحسي اطعام مو مألوفة يعني مو مطروقة كتير يعني مو كل عالم لابسة مثلا حتى العنقاء وقت اشتغلتها بما انه هي كتير موضة يعني انا سادة يعني انا حبيت تغير شوي بالفكرة نو حتى يصير شي مختلف عن باقي اللي اللي عم يشتغل يعني ما بتفكري تعملي يعني يكون طأم كامل هو فيه طأم كامل هلأ العنقاء شاغلته طوء واسواره حلاء وحلاء وخاتم بسمية اليوم عم كونه نحن عم نحكي مو بس اكسسوارات وصيف وعيد اليوم عم نحكي ايدا عن مشاريع صغيرة متغسطة للناس اللي عندن او بحاجة لعمل اخر عم بتعلمي بداية هلأ كنت عم معلم هلأ انا ببعلم تصميم ازياء واكسسوار ببعلم الشغلتين بس هلأ حاليا عم مدور على مكان تاني يعني اقرب شوي صعب انك كتير تنتقلي من مكان لمكان مواصلات تمام تب شو كانت نتائج الاشخاص اللي كنتي عم تعلمي هلأ في هلأ في هلأ اشتغل الان صار الان بصمي بي طبعا يعني في كتير بنات شفتها يعني انه هي اشتغلت وانتجت وعم تبيع وعني عم تعطي يعني عرفت كيف هلأ هيك لما بتشوفي انه انت فت حدا كتير تنبسطي يعني بتحسي حالك انه اي يعني عملتي شي يعني ساويتي شي في صباية بأعمار صغيرة اندمجوا بهذا الشي ودرتين قدي تقريبا اعمار كان يجيني وقت اللي استلمت الدورات نحنا كنا الطابعين لجمعية خيرية يعني مع هذي اللي كنت عم درس في فكان يجيني عمرون عشر سنين احيانا يعني كتير صغار حتى اصغر من هيك هاي هلوة كتير هاي كتير حلوة كتير حلوة يعني كتير غريبة يعني غريبة وحتى يعني داخلي بالالوان بشكل كتير صغريف ممكن اليوم بصمة الشخص اللي بيشتغل بمجال الاكساسوارات بيتميز بشيل مانو كتير مطروش بالسوء يعني هلا بجوز شوف اطعمات بالفتني لانه اف يعني كله لا بصمت لها خلاص بتصير مألوفة هاي بصمة اليوم كيف هم تقدر تحافظ عليها او كيف اليوم الصباية اللي سار عند المشروع الخاص لازم تحافظ عليها اه نت 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 تسويق لا نت انك انت تفوتي تتفرجي على مواقع بيشتغلوا هلا في كتير مواقع بيشتغلوا هاند ميد بس يعني مو عنا مو هون يعني مواقع خارجية فبشتغلوا عندهم مواد اولية انت انت تفوتي تتفرجي لحتى انت تاتي افكار لحالك لحتى تقدري تتاتي شي جديد عرفت كيف يعني كلما تفرجتي اكتر وكلما شفتي اكتر شو الموضة يلي درجة وشو مو بس عنا بس لتنادي عن التقليد اه لا مو تقليد انت عم تشوفي الفكرة اللي درجة تحطي بصمتك وهون بقى انت بتحطي بصمتك اصلا ما فيك تقلدي لانه ما عنا كل المواد الاولية فلهيك انت بتضل الفكرة ببالك وقت بتنزلي لحتى تشتغليها بتحاولي انك الطبئية على ارض الواقعي اللي انت عندك يا طيب سمية اليوم شو الاسلوب المفضل لتنسيق الاكسسوارات في قواعد معينة بتتعلق باللون بالشكل كيف بتختاري هاد الشي اهم الشي اني انا ما ما البست كتير الوان مع بعض يعني الذهبي والفضي لما بدون ينلبسوا مع بعض بدون يكون الون او بدون ينشغلوا مع بعض قليل ما تحسي انه بي تطبق مع بعض اللون طريقة محددة يعني كتير حزرة بهذا الموضوع وما كتير انه اخلط الوان متناسقة يعني لما بدي اشتغل ولا بدي يلبس هي نفس الفكرة يعني انا بدي اخلط الوان متناسقة مع بعض البعض هلا اكتير شفت مثلا ناس فوتت الوان طب بس هي ملا زابطة مع بعض يعني اوكي حلوة بس يعني مثل يعني الوان متبعدين عن بعضهم يعني يعني في الوان ما بتبين مع بعض وقت بتحطيها يعني مثلا الاسود والكحلي ما بيبينوا مع بعض وقت عمين يشغلوا على اكسسوار ابدا ما بيبين يعني خلاص ضاعوا بقلب بعضهم البعض في مثلا في الوان الفوشيا والبرداني هلا اورانج وهيك هادولة يعني حلوة على اللبس بس على الاكسسوار كمان ضاعت بقلب يعني ما عاد بيان لا من الفوشيا ولا من الورانج بعد that يعني ايه يعني العنいつانات المناتونة ونسبت مع بعض بس على الاكسسوار منا بيانوا يعني في كثيرا عنا اساس طبيiblية يعني على أرض الواقعة في الاكسسسوار منا تذبط مع بعض لهيك احيانا مثلا منشتغل الطعو برجع فكها يعني ما باجع جمي الوان برجع فكها من اول وجديد يعني وشفنا اليوم كثيرا مكمل كما ذكرت يسوميةgel باللوان بيقولوا انو عجقة ألوان او بيقولوا اليوم اللوان جريئة جدا أنا لبست الأصوار. طيب، اليوم قلينا نروح للمعارض والبازارات. وحضرتكم يعني تشتغلوا على هاي القصة دائما. عم تروحوا لتعرضوا منتجاتكم. وتعرفوا اليوم بهي الفن الجميل. يعني اليوم، شو أضف لك يا سومية؟ هلأ أنا دائم حالياً مخففة شوي بالصراحة يعني. أنا كنت نشيطة أكتر من هيك. بس يعني ما عد في شي هيك كتير مشجع. يعني ما عم حس إنه في هالقصص كتير يلي عم تشجع. هل اليوم الوضع للمعدي أو الاقتصار يأثر؟ تماماً يعني. وصرنا يعني ما كنا مثل قبل لما نروح ندفع أجارات كتير عادية. هلأ لا صار كله محسوب عليك يعني. فلا هيك يعني صرت اختار مناطق محددة. حتى يعني مثلاً نروح شارك في بازار أو معارض أو هيك شي. هلأ مثلاً أنا مشاركة نحنا بنعمل كل شهر بالميدان بالماسة بلازا. هلأ موجودين نحنا اليوم آخر يوم. مثلاً عندي معارض الظهور بعد فترات اللي أنا كتير بحبه. صحيح. يعني هاي المعارض الأول بازارات اللي عم تحسي حالك أنك أنت موجودة فيها. أو إليك بصمة فيها يعني. صرت تحسي حالك أنه مضايعة بين العالم أو مبين. كنت تواصل لأنه بشكل مباشر معيك ومع الأشخاص اليوم غير تواصل على مواقع تواصل اجتماعي. مواقع. ما بيصير هذا الألفة بينك وبين اللزبون أو ما بيصير هاي الحالة. حتى تشوف تقناية بقطعتين. التامة على الرغم. تكون هي عم تاخد قطعة. تشوف مثل العنقاء أنا ما فيني كمان صور كل بضعتي نحنا قطعة صغيرة. يعني كتير صعب تصويرها كاملا. مثل العنقاء مثلا عندي أسوارة. أي طيب أوكي. عنا الخاتم أوكي. عنا الطوء يعني. يعني عرفت كيف. كم بيع المباشر غير. كم بيع المباشر غير. أو أنا بحبه أكتر. اليوم وقت اللي عم تجي الصبية تختار من عندك الأكسسوارات. يمكن في أكسسوارات مناسبة للأعراس للحفلات. وفي أكسسوارات للمشوار العادي. يمكن في منون بيخلطوا بين هاد الشي. كيف أنت بتأدمي لهم النصائح. كيف مثلا أن هي اليوم عندها مناسبة. أخذت قطعة ناعمة. عندي مثلا هاي القطعة لمناسبة. مثل هاي الشايفين. يمكن هاي بتروح لمناسبات أكتر. لا لا. تمام. هلأ هون حسب كمان. حتى ألوانهم حلوة يعني. في ناس بتقدري تعطيها نصيحة. في ناس أبدا. يعني خلاص هي. أنا هادا يلي. أنا ممكن ألبس هيك شي مثلا لمشوار. حسب اللبس. يعني حسب اللبس. حسب شو لابس. تماما. يعني إذا هي لابسة كتير شي سبور. بتاخد قطعة. بتاخد قطعة سبور إجباري. يعني مستحيل تاخد قطعة رسمية. بس مثلا إذا لابسة لبس رسمي شوي. ممكن يلبس معها شي رسمي. أما لسبور لا أبدا. لأنه في صبايا بيعانوا من هاي لصانوا. ما بيعرفوا ينتقوا الأكسسوارات المناسبة لإلهم للبسهم. حتى للمناسبة اللي عندهم. في البينات كتير أنا بشوفها على الواقع. يعني مثلا لابسة أكسسوار بجلن. يعني كتير كتير حلو. بس هي معارفة الطبقة مع بعض البعض. تمام. يعني هي وسوق تنظيم تبع القطع مع بعض البعض. ضيعت جمال كل القطع. وأنا دائما بيعني بقول للصبايا. يعني خلاص لبسي قطعة واضحة. بس متعجئية. يعني ما تحطي عشر قطع. والضيعة لعشر قطع. لا. يمكن اليوم صار يعني النت متاح للجميع. اليوم الصبايا بتقدر يعني بيتلمسة. مثل ما يقولوا بكابسة تزر. ونتدخل لتشوف اليوم كيف طريق التنسيق الألوان مع الأكسسوار مع التياب. سمية شكرا لهذا الصباح الجميل. ولهذا المشروع الجميل. اللي دائما نحنا بنشجع عليه ضمن صباحاتنا. للناس يكتشجع وتبلش ولو بمواد أولية تدخل هذا السوق. ويعني يكون مردود إضافي لأيرون. يا ساعة صباحك عنه جيد وأهلا وسهلا فيك. صباحكم خير يا رب. شكرا لأيكم وبأي تنهار حلو لأيديك. وأكيد منتمنى عليك التوفيق والنجاح دائما بهاي الأعمال اللي عم تقومي فيها. شكرا لأيكم.